السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن فراسة المؤمن فراسة المؤمن يؤصلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابو سعد الخدري حينما قال اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور له اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ان في ذلك لآيات للمتوسمين ان في ذلك لآيات للمتوسمين علم الفراسة هو صار اليوم علما قائما يدرسه الخبراء في ميدان علم النفس وفي ميدان علم الاجتماع وفي قطاعة امنية ودوائر حساسة ايضا يبحثون عن هذه الفراسة كما يدرسه علماء في عالم الزراعة والاقتصاد والتوقعات التي يمكن ان تحدث في المستقبل القريب علم الفراسة هو استدلال بالامور الظاهرة على امور خفية او هو معرفة الاحوال الباطنة من خلال الاحوال الظاهرة وهي في المنظور الديني هي عبارة عن معرفة ما تنطوي عليه القلوب والضمائر قد تنظر الى انسان يتكلم اما مسؤول سياسي واما وزير واما تاجر واما فنان او رياضي او اي امكان حينما يلقي خطابه ويتكلم بين الناس ممكن ان تعرف حقيقة ما يقول ما هو خلف السطور وهي عبارة عن اطلاع وتوسم الخير او الشر في الوجوه وما تنطوي عليه الصدور يظهر على صفحات الوجه فالفراسة هي تفرس في الشيء مثل التوسم هي عبارة عن خواطر دهنية تهجم على قلب المؤمن ومن خلالها يمكن ان يدرك حقيقة الواقع وتقلبات الاحوال وحقيقة الناس الفراسة هي نور من عند الله يهبها الله تعالى لمن يشأ من عباده واذا اعطاها له احيا قلبه واستنار يسمون بالمستنيرين منذ زمان كان هناك اختصاصيون في عين الفراسة يسمون المستنيرون فراستهم لا تكاد تخطئ وهي عبارة عن نور من الله تعالى يهبه الله عز وجل على قدر ايمان ومبلغ استبصار العبد كما قال تعالى او من كان ميتا فاحييناه فاحييناه وجعلنا له نورا جعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها فهي عبارة عن نور يعطيه الله تعالى للعبد المؤمن وايضا يمكن ان نقول بان هذه الفراسة هي ذكاء وحنكة وسرعة بديها السياسيون والديبلوماسيون ومن يشتغلون في الشأن العام في الغالب لكي يكون عنده شخصية كارزماتية لابد ان يتمتع بهذه الصفات يستطيع ان يقرأ الافكار ويقرأ ملامح الوجوه ويكشف السلوك الانساني ويتوقع ما هي الاحداث المستقبلية طبعا هي ليست من الغيب لان الغيب هو خاص بالله عز وجل فلا يعلم الغيب الا الله ولا يعرف ما في سريرة الناس الا هو سبحانه وتعالى ولا يدرك ما يقع في المستقبل سوى الحق عز وجل ولكن الانسان بفراسته ودربته وحنكته وإيمانه ممكن ان يدرك بعض الاشياء لكن صعب جدا ان تدرك الغيب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عاتب صحابيا لانهم في المعركة قتله قال لماذا قتلته وهو من الكفار قال لا اله الا الله اخر اخر لحظة كان كافرا لكن لما رأى الحرب قد اشتدت وصار وسط الصحابة الاقوية قال قال اشهد ان لا اله الا لكن الصحاب قتله قال لماذا قتلته وقد قال لا اله الا الله قال انه قالها خوفا قال اشققت عليه قلبه اشققت عليه قلبه يعني لا احد يستطيع ان يعرف ما في داخل الناس من افكار ولا اسرار ربما حقا صدق في ايمانه وصدق في يمينه وفي ساحة المعركة لما رأى السيوف ولما رأى الخطر ربما انتبه وربنا عز وجل اعطاه نور الايمان فلماذا قتلته اشققت عليه قلبه لان لا احد يستطيع التنبؤ بسلوكية الناس لكن هذه الفراسة اليوم صار الناس يبحثون عنها ويهتمون بها كثيرا وتستخدم حتى في التحاليل تحاليل الخطابات السياسية والتوقعات الاقتصادية وبرامج الحكومات ومصار النظام الدولي والاخطار المحدقة بالناس كالكورونا والجفاف والتصحر هناك من يبحث عن هذه الامور ويدركها من خلال معطيات بسيطة يستطيع ان يستشف ويتوقع توقعات للمستقبل هناك في العلوم الحديثة حول الخبراء ان يدرسوا هذه الفراسة وانطلاقا من مفاهيم ومصطلحات بقصد الكشف عن الغموض والبحث عن مفهوم الدكاء والقدر على التنبؤ والتخاطب عن بعد بل وهناك من بدأ يفسر الاحلام والرؤى ويفسر الامنيات حتى نجد في علم النفس هناك دراسات طورت جهازا لكشف الكذب وهذا تضعه أجهزة مستخبار لاستخبارات أجهزة لاستخبارات تضع جهاز لكشف الكذب يستطيعون من خلاله انهم يرصدون المشاعر وردات فعل المفخص لكن ليس قصدون هذه التحليلات وإنما المقصود عندنا هو الفراسة الموهوبة لأن هناك الفراسة المكتسبة عن طريق الدراسة في علم النفس وعلم الاجتماع وعلم أخرى كثيرة متعددة حديثة هذه لا تهمنا بل تهمنا الفراسة الموهوبة لأن الفراسة الموهوبة هي نور يقذفه الله تعالى في قلب عبده المؤمن أما الفراسة المكتسبة فهذه ذكاء وصنعة وتعلم الفراسة الموهوبة الكثير منا يتمنى أن تكون عنده هي هبة من الله لعباده المؤمنين وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال وقوة القلب وصفائه وخصوصا قوة الإيمان وضعفه هناك فراسة يوقعها الله تعالى في قلوب المؤمنين بل وفي قلوب الأولياء هناك فراسة عظيمة يعلمون أحوال بعض الناس ويصيبون الضن والحدس بل ويتوقعون ما الذي سوف يكون مصير الإنسانية والبشرية والمجتمعات وهذا كثير في الماضي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كان يهتم بهذا العلم علم الفراسة ولما سئل من هم أفرص الناس قال أفرص الناس أربع العزيز العزيز لما تحدث عن يوسف وقال لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا فالعزيز كانت عنده فراسة لما رأى يوسف عليه السلام وهو صغير ظن بأنه لما يكبر سيكون له شأن عظيم وقد ينتفعون به فقال لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك زوجة فرعون لما رأت موسى عليه السلام وهو صبي ماذا قالت؟ قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا فامرأت فرعون لما رأت موسى في راسة رأت هذا الصبي الصغير ليس كبقيت الأطفال وكان فرعون يقتل الردع في تلك السنة لكنه استطافت زوجها وقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وفعلا صار موسى ولدا يتربى في قصر فرعون وقد نفع الله به زوجة فرعون آسية فصارت من نساء الجنة رغم أن زوجها هو فرعون الطاغية وكذلك ابنة شعيب لما رأت سيدنا موسى وسأل أبوها قالت يا أبا استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين فكانت رؤية لما رأت موسى عليه السلام غاضا لبصره ورأته قويا جلدا صبورا مؤمنا وكان شعيب يبحث عن من يشتغل في بيته ويزوجه ابنته رأته ابنة شعيب رؤية فحصة وفي حدسها وقع بأن هذا الإنسان خير فطلبت من أبيها أن يستأجره ويبقى معهم في البيت يا أبا استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين كذلك سيدنا أبو بكر الصديق لما بايع استخلف عمر فلما كان هناك بيع وكان هناك خلاف وكان هناك صراع أبو بكر من سوف يكون خليفته بعده كان ممكن أن يقول ابن أحد أبنائه أو أبناء عمومته لكنه رأى في عمر ابن الخطاب قوة وجلدا وقال هذا يكون من بعدي وفعلا كانت خلافة عمر ابن الخطاب بعد أبي بكر الصديق قوية امتدت 12 سنة وقعت فيها الفتوحات وعظم فيها شأن الدولة وأقر فيها الله العدل وأكرم الله فيها المجتمع الفقراء والمسكين والأيتام والأرامل فهؤلاء يظنون ويتوقعون أشياء ويكونون لهم فراسة هذه الفراسة أيضا قد يعطيها الله تعالى لبعض الحكام والولاد كما يعطيها الأولياء يعطيها لأوليائه من الداكرين الساجدين تعتبر كرامات ولكن قد يعطيها أيضا للحكام والقضاة والولاد ورجال السلطة إذا كانوا كانوا يقصدون العدل ويقصدون دفع الظلم فربنا لما قال في كتابه العزيز أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم بمعنى أن الله يهب لأصحاب الحكم والقضاء والسلطة إذا كانوا يقصدون العدل بين الناس يعطيهم حدث يميزون به الظالم من المظلوم ويميزون به الفاسد من الصالح وغير ذلك فهذه الفرصة هي أشبه بالإلهام لهذا يقال هذا ملهم هذا ملهم ولطالما سمعنا في عصرنا الحديث بعض الناس يتكلمون عن بعض المسؤولين الكبار في نظام الحكم والدولة فلان ملهم ما معنى ملهم يعني لديه حاسة سادسة قد يكون مجاملة وقد يكون حقا الملهم هو المحدث يسمى المحدث يعني أن الله تعالى يعطيه أخبار في قلبه لأن الأخبار قد تأتيها تأتيك من مصادر مختلفة من وسائل الإعلام من دوائر أمنية استخباراتية من كده ولكن هناك من من يحدثه الله ربنا عز وجل يلقي في قلبه الإلهام ويكون محدثا لهذا محدث هذه الأمة من هو هو سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يسمى المحدث لأنه كان تقع له تخاطر دهني كان كان هو في في بيته أو في المسجد ويتابع أحوال الرعية في بقية الأقاليم والمدن وكانت الأخبار تأتيه تأتيه الأخبار من غير من غير مخبر مثلا أنه لما كان يخطب بالناس في الجمعة كان يخطب بالناس في الجمعة ويقول كلام فيه وعض وإرشاد وفي لحظة قال يا سارية يا سارية بن محصن الجبل 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 ولم يفهم الناس هذه الجملة الاعتراضية في خطبته والمصلون صلوا خلفه لم لم يفهموا فقام علي بن أبي طالب وقال يا سيدنا عمر كنت تخطب الجمعة ثم صليت وقلت هذه الكلمات يا سارية الجبل الجبل ما تعني بذلك قال لقد وقع في خلدي أن المشركين هزموا إخواننا بقيادة سارية بن محصن وقع في ذلك في قلبي رأيت وأنا أصلي بالناس رأيت أثناء الصلاة بأن هناك جحافر من المشركين سيقدمون على المسلمين وسوف يهزمونهم ولكن ولكن إذا احتموا بالجبل فإنهم سينجون فناديت سارية قلت له انتبه الجبل يعني احتمي بالجبل فالناس لم يفهموا وبعد شهر لما قدم الجيش من المعركة والتقوا بسيدنا عمر وعلي وغير من الصحابة قال يا سيدنا عمر إننا سمعنا صوتك مجلجلا ونحن في المعركة سمعنا صوتك يقول يسارية ابن محصن الجبل الجبل فعدلنا إليه ففتح الله علينا كانت هذه القضية هي مصدر قوة ومصدر نصر للمسلمين والسبب هو أن سيدنا عمر كان ملهما وكان محدة لم تقتيه الأخبار عن طريق الاستخبارات أو عن طريق الدوائر الأمنية ولكن نور قدفه الله تعالى في قلب هذا الحاكم لأنه كان عادل وكان يخاف رب العالمين السؤال الذي يطرح هل هذه الفرصة وهذا الإلهام وهذا التحديث هو لكل الناس أم ممكن أن يكون فقط لبعض الناس وكيف يمكن أن نصل إليه لننال درجة الفرصة لأن من عنده الفرصة سيكون مرتاح في حياته سينظر إلى كل الأشياء التي حوله وهو مرتاح لأنه ربنا يكشف له الحجاب ويرى حقائق الناس يرى الأخيار فيضع يدهم في أيديهم ويرى الأشرار فيتشنبهم كيف ذلك؟ الخبراء الخبراء قالوا بأن الحصول على الفرصة ينبغي أن نعتمد على أمور ثلاثة أولا قيل كثرة القراءة لأن العلم بالتعلم تقرأ الأحاديث تقرأ الأخبار تقرأ أعداد كبيرة من العلم كذلك الجلوس مع أهل الحكمة وأهل الخبرة أن تجالس أهل الحكمة ليس الناس الذين أعينهم أفكار تافهة لا تختار أصحاب الحكمة وأصحاب العقل والمنطق الراجح ثم الأمر الثالث وهو مهم للغاية هو كثرة التعبد لله عز وجل كلما أكثر المؤمن من العبادات فإن الله تعالى يقذف في قلبه نورا يرى به الأشياء من حوله فالمؤمن إذا التزم بالعبادات والطاعات وتجنب الكبائر ولا يصر على فعر الصغائر ويتحر الكسب الحلال والطعام الحلال ويبتعد عن المحرمات ويتجنب الغيب والنميم والكذب والحقد والحسد وغيرها من المنهيات فإن الله تعالى وعد وعد كل مؤمن في هذه الصفات أن يعطيه الله تعالى نور هذا النور هو لا يباع في الصيدليات ولا يشترع وإنما هو هبة من الرحمن نور يعطيه الله في قلوب المؤمنين لهذا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يوتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم الله تعالى جعل بعض الصلحاء يسير في الطريق ونور يسبقه قبل أن يصل إلى الباب المعني ربنا يفتح له الأبواب ويفتح له الله القلوب بل ويفتح له الله خزائن السماوات ويفتح له الله تعالى فتح العارفين بالله حياة طيبة حياة سهلة حياة كريمة لا تعب ولا مشقة ولا نصب كيف ذلك بتقوى الحق عز وجل ويجعل لكم نورا تمشون به والمعنى ربنا يخاطب المؤمنين ويقول دوموا على تقواكم وإيمانكم وجددوا إيمانكم كلما شعرتم بشيء من نزاوات الشيطان أو نزاوات الهوى فإن ذلك سيعطيكم الله تعالى نصيبين من رحمته نصيب لأصل الإيمان ونصيب لتجديده والمدامة مدومة عليه يجعل لكم من لدنه نورا ترون به ما لا يره غيركم الناس ليس سواء هناك من يرى أشياء تافهة عادية وتغيب عنه أشياء أخرى وأهل الله يرون الحياة بمندر آخر حتى إذا قلت له أكتب لي تقريرا عن الحياة السياسية وعن الوضع العام وعن أحوال الناس قد يقولك كلام غريب ربما غريب عن المعطيات مثلا الناس يتكلمون عن التصحر وعن خطر الحياة وعن جريس الكورونا المتشدد ويتوقعون الأسوأ حسب المعطيات لكن أهل الله أصحاب الفرصة يرون أشياء أخرى يرون بأن ربما مغاير هناك من يرى أهدى عقاب وأن الحياة المقبلة تكون فيها شدة وهناك من يرى بأن هذه مجرد مجرد التفات ربانية أن الناس يخضعون لسيدهم ولمولاهم وأنهم يمرون بابتلاء وفتنة قصيرة ثم بعدها يجدد الله إيمانهم ويوفر لهم حياة سعيدة فيها كرمات وفيها خيرات وفيها بركات حتى يشعر الناس بأنهم ضعفاء أمام قدرة الله وعظمة الله وأن الرزق هو بيد الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه وأن الموت قريب من كل واحد منا قد تصيبه الأمراض والأسقام ويرحل ويترك كل شيء خلفه فهناك أهل الله يرون رؤية هكذا ويعتبرونها إيجابية لذا صدق من قال قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون ولهذا أيها الأحباب الكرام المؤمن إذا أراد أن يحصل على هذه الفراسة سيكون مرتاح نحن الآن افتقدنا البوصلة هناك قطاعات كثيرة افتقدت البوصلة وتسير ربما وهي لا تدري أين تسير نحتاج لكي نشعل هذا النور في قلوبنا وفي صدورنا وفي مجتمعاتنا وفي مؤسساتنا وفي كل قطاعات حياتنا وهذا بكل بساطة أن نلتزم بفعل الطاعات وأن نخلص العمل لله عز وجل وأن نبتعد قدر الإمكان عن الحرام ونتجنب المحرمات الظاهرية والبطنية وأن نستحضر جلال الله وأن نسجد لهيبة للجلال وأن نسير دوما في طريق الهدى وأن نلتحق بركب الصلحة نلتحق بركب أهل الحكمة وأهل الإيمان واليقين وبذلك سيعطينا الله تعالى نورا عظيما مباركا وهناك سر من الأسرار ممكن أن الإنسان يحصل على هذا النور بأقل تكلفة وبشكل سريع ما هو هذا السر ذكر العلماء هو الإكثار من الصلاة والسلام على مقام رسول الله لأن ربنا أعطى النور لسيدنا محمد وكل من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرة ومن صلى عليه عشرة صلى الله عليه مئة ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه ألفا ومن صلى عليه ألفا زاحم منكبه منكبي باب الجنة يوم القيامة فصلوا جميعا على رسول الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة